اليوم رح نتعلم الفود الطعام رح نتعلم بعض من اسماء الطعام رح نتعلم اسعار هاي الاطعمة بالدينار العراقي وايضا رح نتعلم شون نسأل من الريد نشتري هاي الاكل يعني مثلا اذا رحنا للستال للكشك وردنا نشتري سويتس حلويات او كوكيز فرح نتعلم شون نسأل عن سعر هذني الاشياء طبعا للسؤال عن السعر رح نستخدم اداة السؤال الي هي how much how much يعني كم السعر او بكم هذا من الريد نسأل عن سعر فتشغله رح نستخدم اداة السؤال الي اسمها how much how much يعني بكم هذا او كم السعر قبل ما نتعلم صيغة السؤال خلونا اول شي نتعلم اسماء الاطعمة وشون نقرأ الاسعار بالدينار العراقي اسم درسنا هو class 3's stall class 3's stall يعني حانوت الصف الثالث طبعا هاي الاس هنانة هي مو اس جمع در بالكم هاي يسموها اس التملك وان شاء الله رح انطيكم درس عنه اذا درس اليوم هو class 3's stall حانوت الصف الثالث بهذا ال stall بهذا الحانوت راح يبيعون watermelon watermelon يعني رقي الرجي واتر ميلان يعني رقي الرجية بس هاي يبيعوها بهذا الشكل على شكل قطع ما يبيعو لكم اياها رقية كاملة شبيرة لا يبيعوها على شكل قطع واتر ميلان يعني رقي باش يبيعوها يبيعوها ب 100 اراكي دينار 100 اراكي دينار يعني بمية دينار عراقي هاي الاي كيو دي هي اختصار لكلمة اراكي دينار اوكي اذا watermelon الرقي 100 اراكي دينار بمية دينار عراقي هسا عدنا sweets sweets يعني حلويات sweets sweets يعني حلويات باش يبيعوها يبيعوها به 250 250 250 اراكي دينار 250 اراكي دينار يعني بميتين وخمسين دينار عراقي إذن sweets sweets حلويات 250 اراكي دينار بميتين وخمسين دينار عراقي هسا عندي هسا عندي cookies يعني كعك او هذا اللي يشبه البسكت cookies cookies يعني كعك باش يبيعوه يبيعوه به 150 150 اراكي دينار 150 اراكي دينار يعني بمية وخمسين دينار عراقي إذن cookies يعني كعك 150 اراكي دينار بمية وخمسين دينار عراقي هسا عندنا sandwiches 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 يعني شطائر يعني هاي اللفات sandwiches sandwiches يعني شطائر اللي هي اللفات باش يبيعوه يبيعوه 300 اراكي دينار 300 اراكي دينار يعني ب300 دينار عراقي 300 اراكي دينار يعني ب300 دينار عراقي إذن sandwiches شطائر 300 اراكي دينار ب300 دينار عراقي هسا عندي cakes cakes يعني الكيك هاي الكيكاية cakes cakes يعني الكيكاية اوكي هاي باش يبيعوه يبيعوه ب250 250 250 اراكي دينار يعني ب250 دينار عراقي 250 اراكي دينار يعني ب250 دينار عراقي إذن كيكس اللي هي الكيك الكيكاية 250 اراكي دينار ب250 دينار عراقي هسا راح نجي على بيتزا بيتزا يعني البيتزا ما راح يبيعو لكم إياها هاي تشبيرة هي تكون دائرية شبيرة وقطعة وحدة لا راح يقطعوها ويبيعو لكم إياها على شكل قطع بهذا الشكل اوكي بيتزا يعني البيتزا ايدكم بس تحطون هاي الملاحظة ببالكم كلمة بيتزا بالانجليزي ما بها حرف تي لكن حرف تي راح يكون موجود فقط باللفظ لكن بالكتابة هو ما موجود بالكتابة تنكتب بيتزا لكن عند اللفظ راح نلفظها بيتزا اوكي خلينشوف بيش يبيعون البيتزا يبيعون القطعة ب يعني القطعة بألف دينار عراقي اذن بيتزا اللي هي البيتزا راح يبيعون القطعة القطعة راح تكون بألف دينار عراقي اجن نعيد مرة اخرى Watermelon اللي هو الرجي 100 اراكي دينار بيمية دينار عراقي Sweets حلويات 250 اراكي دينار بميتين وخمسين دينار عراقي Cookies اللي هو الكعك او البسكت 150 اراكي دينار بمية وخمسين دينار عراقي Sandwiches اللي هي الشطائر او اللفات 300 اراكي دينار ب300 دينار عراقي Cakes اللي هو الكيك 250 اراكي دينار بميتين وخمسين دينار عراقي Pizza اللي هي البيتزا 1000 اراكي دينار بألف دينار عراقي هسا رح نتعلم السؤال عن اسعار الاطعمة من نروح الى كشك او سوبر ماركت وشفنا في الشغلة حبينا انو نشتريها لكن احنا ما نعرف سعرها فرح نسأل shop assistant يعني العامل بالمتجر او بالكشك رح نسأله ونقول له هذا ببيش من الريد نسأل رح نسأل بال how much how much معناتها بكم هذا او ما السعر اوكي قاعدة السؤال بال how much هي كالاتي اول شي عندي how much are how much are زائد اسم الشي الذي نريد شراءه اذا من نريد نسأل عن السعر ما الفت شغلة احنا نريد نشتريه رح نقول how much are زائد اسم الشي الذي نريد شراءه how much are زائد اسم الشي الذي نريد شراءه تعالوا نشوف هذا المثال ونشوف شون طبقنا حسب هاي القاعدة اللي هنانة how much are the cakes how much are the cakes يعني بكم الكيك how much are the cakes يعني بكم الكيك شوفوا هنانة اول شي عندي how much are with the cakes هي اسم الشي الذي نريد شراءه عجبنا الكيك فرح نسأل عن سعره ورح نقول how much are the cakes how much are the cakes يعني بكم الكيك واضحة لحد هنانة هسا تعالوا نشوف صيغة الجواب الشون راح نقول الشوب assistant يعني هذا العامل بالكشك راح يجاوب بهذا الشكل وراح يقول they are زائد السعر من احنا سألنا وقلنا how much are the cakes يعني بكم الكيك راح يجاوب نا ويقول لنا they are 250 اراكي دينار they are 250 اراكي دينار يعني 250 دينار اراقي واضحة اتمنى لحد هنان افتهمت فكرة السؤال والجواب تعالوا ناخذ امثلة بعد عدنا هذا المثال اللي يقول how much are the sandwiches how much are the sandwiches يعني بكم الشطائر اكي الجواب راح يكون they are 300 اراكي دينار they are 300 اراكي دينار يعني 300 دينار اراقي اتمنى وضحت لكم فكرة السؤال عن الاطعمة والاشياء اللي ريد نشتريها راح نستخدم من ريد نسأل عن الاسعار اداة السؤال اللي هي how much how much معنات بكم هذا او ما السعر اذا رحنا الى سوبر ماركت وشفنا هذا yummy cakes وريد نعرف اش قد سعر راح نسأل shop assistant يعني العامل بالكشك راح نقول how much are the cakes how how much are the cakes يعني بكم الكيك هذا shop assistant هذا العامل بالمتجر راح يكون جواب عبارة عن they are 250 iraki di nar they are 250 iraki di nar يعني 250 di nar iraki او مثلا عجبنا انو نشتري لفات sandwiches راح نسأل ابو المطعم ونقول how much are the sandwiches how much are the sandwiches يعني بكم الشطائر راح يجاوب نو يقول لن they are 300 iraki di nar they are 300 iraki di nar يعني 300 di nar عراقي طبعا مثل ما قلت لكم il i q d هي اختصار لكلمة iraki di nar ش سو هو اخذ حرف il q واخذ حرف d واخذ وسو ha i q d وهي اختصار لكلمة iraki di nar يعني ال di nar العراقي اتمنى لحد هنا الدرس كان واضح بالنسبة لكم واتمنى انو افتهمتو وعرفتو شون تسألون عن اسعار الاطعمة وشون يكون الجواب عن الاسعار لحد هنانا دارس ننتهي stay safe and see you soon واتنهي 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 واتنهي